سامح في البيت مع سامح في البيت لو كنت كبير أعزائنا المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من بنامج سامح في البيت النهاردة معانا فقرتين زي ما احنا عودناكم والفقرتين خاصين بالشباب ودور الشباب في الدولة ودور الشباب في النهوض بالاقتصاد في الدولة هيبقى معانا في الفقرة الأولى الأستاذ الدكتور محمد البنة أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية ومعانا في الفقرة الثانية الأستاذ محمد جادو رئيس مجلس إدارة شركة فاست تريد للتصدير هنتكلم في الاول عن الاقتصاد بطريقة عامة بالنسبة للدولة ودور الشباب فيها وفي الفقرة الثانية عن دور تصدير المنتج المصري وأساسياته إيه وشروطه إيه وبنوده إيه وإزاي يقدر يوفر للدولة العملة الصعبة نتيجة هذا التصدير بس طبعا معانا في الفقرة الأولى كما عودناكو دايما فقرة الطبخ مع شفتنا الجميلة الشيف وردة عامل أهلا بك شيف أهلا بحضرتك زيكي وسيسي إلى أفضار الحمد لله كل جيد عاملنا إيه النهاردة؟ عامل كباب حلة بالبطاطا بالبطاطا؟ أه كباب حلة بالبطاطا بدل البطاطس أهلا 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 وهقول لحضرتك وإحنا بنشرح تمام وعملين رز بجوست الطيب أيوة وعملين صلطة صلطة الجزر بالخص بالكروم بالأحمر بألوان يعني اللي إحنا متعودين عليه تخصصاتك أنت الصلطة لازم تعملي في كل حلقة صلطة جديدة جميلة كل حاجة بتتعمل صلطة يا بسي السابق تمام عندنا لحمة كباب حلة عندنا كيلو لحمة وعندنا أربع بصلات دي أنت هتكلمي الأول كده عن طريقة تحضير كباب الحلة كباب الحلة طب ياريك نزل كمان بالمقادير معنا اه إحنا متعودين عادي بنعمله بالبصل وخلاص ومن غير يعني حاجة أنا دائما بحب أضيف حاجة هضيف عليه الكزبرة الخضرة تمام عندنا كيلو لحمة أيوة وعندنا أربع بصلات كبار وعندنا كباية كزبرة متخرطة وعندنا نص كيلو بطاطا يا جماعة بدل البطاطس البطاطس دلوقتي غالية جدا في السوق ومش كل الناس تقدر تشتريها إحنا خدنا البطاطا بديل للبطاطس وياريت الستات في كل البيوت يحمروا البطاطس لأطفالهم حلوة جدا وجربوها إحنا دايما بنحمر مكعبات بطاطس مع اللحمة الكباب الحلة دي لا المانع أن احنا نعمل بطاطا وطعمها حلوة جدا وجربوها بس أنا عايزة أقول حاجة فضل الحلقة اللي فاتت الحمد لله إحنا اتفردنا بخبر إن الدور الشديد بتاع الرقابة الإدارية مع الدولة مسكوا ناس كتير تجدار جشعين كانوا مخزنين آلاف الأطنان من البطاطس وفعلا إحنا قلناها وفعلا نزلت يعني كانت 14 جنيه نزلت دلوقتي بستة وسبعة جنيه موجود دلوقتي في السوق والأماكن اللي هي براتك كبيرة تمام بتعمل كده عروض اللي هي لشويلة البطاطس الخمسة كيلو أو لعشرة كيلو لو حسبتيها هيتحسب معاك بستة سبعة جنيه ففعلا البطاطس فعلا قلت هي البطاطس فعلا نزلت خلاف إن هي خلاص يا ناس أقل من شهر هتنزل البطاطس الجديدة كمان ده اللي كنت عايزة أقوله لحضرتك وإحنا فيه فاصل بين دي وبين دي فبتبقى شوية غالية يعني لكن البطاطا أستاذ سمح التلاتة كيلو بعشرة جنيه فممكن يعني الناس اللي هي ما تقدرش يا جماعة جيب البطاطس تجيب البطاطا كمان البطاطا فيها فايدة حضرتك لا يستغلوا الكلام لا يستغلوا الكلامنا دلوقتي يخزنوا البطاطا يخزنوا الكلام بس إحنا في الموسم بتاعها دلوقتي عمتا هي البطاطا حلوة جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا وبعدا هي مفيدة برضو لولدنا ومفيدة لنا إحنا كالكبور وكله يعني بنحمر البصل بنقطعه مكعباته بنحمره واللحمة مكعبات برضو بناخدها لغاية لما البصلة متأسفة لغاية لما البصلة تبقى يعني هتاخد على اللون البني هنحط اللحمة لو في اللحمة قدامنا القطع قدامنا في نشوفها آه موجودة نشوفها موجودة أهي يا جماعة اللحمة قطع كده قطع صويرة البصل بيدوب مع اللحمة الكاميرا جابتها البصل بيدوب مع اللحمة بس أهم حاجة يا جماعة اللحمة تاخد غلوتين ونوطي عليها مفيش نار عالي على فكرة بتسوي حاجة أنا بقول للستات والبنات اللي لسه متجاوزين جداد بيقولولي إحنا بنفضل نحط ميا نحط ميا نحط ميا وما بتستويش لأ إحنا مش هنحط ميا إحنا هنوطي على اللحمة خالص هتستوي براحتها وهتستوي مش هتاخد معاك هو بتستوي اللحمة وبعدين بنحط لها بقى الفلفل ونحط لها الملح في الآخر وهنحط الكزبارة الخضرة معاها هتغلغ الويتين وخلاص وأنا بغرفة هحط تحتها البطاطا اللي أنا حمرتها تمام؟ عندنا بقى الرز الرز ما فيهش حاجة الرز عادي جدا زي ما تعودنا بالشربة بتاعتنا لو ستسمح حفظ معلقتين السمنة ومعاها البلحة جسط الطيب كبايتين رز وكبايتين شربة وواحدة بلحة جسط الطيب بنبشورها ونقلبها معاها بالملح ونحط الشربة ونوطي على الرز خلاص خلاص السلطتنا بقى الحلوة دي معنا نعناع أغدر ومعنا جزر مبشور ومعنا الخاص معنا خاص ومعنا واحدة فلفل وجرجير وبصل أغدر وواحدة كورومب أحمر كل ده بيتقطع وهحطه في طبق المخصص للسلطة ومعنا بقى الصوس بتاعنا لمون وزيت وخل وملح ومعلاقة كمون واحدة بس تسلم إيدك يا شفنا جميلة جميلة حاجات بسيطة وفي نفس الوقت حاجات بسيطة وكمان يعني صلطة خضار طيب إحنا طبعا زي ما معودينكو وعزائنا المشاهدين بنتكلم عن فوائد الأكل اللي إحنا بنكله يوميا فأكلتنا النهاردة الجميلة لها فوائد عظيمة جدا في فوائد الكزبرة الخضرة بتحمي الكزبرة من الإصابة بالالتهابات المسالك البولية وتحمي الكزبرة من الغسيان والتقيق وبتساعد في علاج غازات الأمعاء ويمكن لمرض الروماتيزم إنهما يغلوا البزور دي بالمية ويشربوه بيبقى مفيد جدا ومصدر غني جدا بالألياف الغذائية جث الطيب بتحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على استرخاء الأوية الدموية وبيحافظ على صحة الجلد ويقب من سرطان الدم ويحافظ على صحة الدماغ وبيعمل رائحة عطرة في الفم الجذر يعتبر الجذر من الأغذية المهمة التي تحافظ على صحة النظر وذلك لاحتواءه على فيتامين ألف وبيزوت الجذر الجسم من نسبة 6% من حاجته اليومية من الحديد هذه الفوائد نطلع فاصل ونرجع ليكو تاني أعزائنا مشاهدين جلب حبيب والنبي ده كلام مع سامح ثلبي مع سامح ثلبي ورجعنا لكو تاني أعزائي المشاهدين ومعنا الأستاذ الدكتور محمد البنة أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية أهلا بيك يا دكتور أهلا بحضرتك فاني شرفتنا ونورتنا بناء خليك شكرا لبرنامج الجميل بتاعك ده الله يعزك وبركك طيب يا دكتور احنا منتكلم النهاردة طبعا عن دور الدولة مع الشباب ومسندة الشباب في نهضة اقتصاد البلد عايزين نوضح في أول حاجة أن اقتصاد أي دولة بيعتمد على سواعد الشباب صح أو الغلط بالتأكيد طبعا طيب تدخل الدولة بقى ومشاركة الشباب في المشاريع بتاعتها الصغيرة دي هل بيساعد فعلا على نهضة الاقتصاد ويبقى شكله إيه بالتأكيد المشروعات الصغيرة بتبتدي من فرد واحد إلى خمسين فرد تعتبر مشروعات صغيرة ومتوسطها في معظم دون العالم حتى الاقتصاد الأمريكي مشروعات الصغيرة بتساهم جنب الشركات العملاقة طبعا عابرة القراط والخوميات المشروعات الصغيرة مهمة في كل الاقتصاديات خاصة في الدول النامية اللي منها بلدنا مصر ممكن دور الشباب يكون مهم جدا في استعاب لأن معظم الداخلين الجدد في سوق العمل من الشباب خريج الجامعات خريج المعاهد خريج المدارس السنوية الفنية كله في سن الشباب ممكن جدا بعضهم يلتحق بالوظائف أو بالعمل في شركات كبيرة بنوك مصانع شركات تصدير استرهاد إلى آخر من خطاعات النشاط الاقتصادي لكن مهم جدا لأن هناك بعض الأنشطة تحتاج بطبعتها للمشروعات الصغيرة فالحكومة دورها هنا مهم جدا في نمرة واحد توفير مصادر للتمويل لأن واحد أو من أهم المتطلبات بدء المشروعات هو التمويل خريج الجامعات الجدد والداخلين الجدد في سوق العمل من المدارس السنوية الفنية إلى آخره بيحتاجوا نمرة واحد التمويل لكن الحكومة أيضا بتقدم لهم مساعدات أخرى ودعم آخر عندنا الصندوق الاجتماعي للتنمية لا يوفر فقط أو يساعد في توفير التمويل لكن بيقدم أيضا مشروعات مدروسة دراسات جدول مشروعات صغيرة بتعفي الشباب من أنه هو يبحث عن النشاط المناسب له يعني بس عشان نصيحة بس للسادة المشاهدين خاصة منهم الشباب يبقى إذن الدولة كمان في بعض أجازتها اللي هي بتعمل قريدي مشاريع مدروسة بدراسة الجدوى بتاعتها وممكن الشاب من دول يلاقي نفسه في أنه مشروع ممكن يدخل فيه فياخد على أساسه قرد ويبتدي بإنشاء هذا المشروع لأن فيه شباب كتيرة بتقولك لا ده مطلوب مننا إحنا اللي نعمل دراسة جدوى ونقول إيه هو المشروع اللي إحنا عايزينه إنما الشاب اللي هو عايز يشتغل بس مش لاقي اللي يوجهه ففيه الموجه لي طبعا فيه الاتنين والصندوق الاجتماعي للتنمية منتشر في كل محافظات الجمهورية ويقدر أي شاب يزور مكتب الصندوق في المحافظة تابعه ويطلب منهم لستة قائمة بالمشروعات المرفخ بيها دراسة الجدوى والمتطلبات من رأس مال من معدات إلى آخره أيضا الصندوق الاجتماعي بالاشتراك مع الجامعات والكليات خاصة كليات الهندسة وكليات التجارة برضو في كافة نحاء الجمهورية بيقدموا برامج تدريبية للخرجين الجدود ولو الطلاب حتى أثناء الدراسة في هذه الكليات عن كيفية إعداد دراس الجدوى كيف يكون مستثمر صغير كيف يدير هذا المشروع ومقاومات نجاحه إزاي يسوق كيف يعني يوظف بعض العمالة أو احتياجاته من قوة العمل الجامعات الآن في كليات التجارة على وجه التحديد عندها برامج ما تعرف بالرواد الأعمال أو ريادة الأعمال أصبحت علمي يا سيد سامح الآن واحد من العلوم اللي بندرسها في كليات التجارة في الجامعات النصرية مقرر ريادة الأعمال وخاصة رائد الأعمال الصغير إيه مقاوماته إيه متطلباته كثير من الطلاب بيجد نفسه بيجد عنده القدرة على أنه يصبح راجل أعمال الشركات الكبرى بما فيها مثلا شركة مايكروسوفت بدأت بمشروع صغير عملها شخص واحد اللي هو بالجدس مجرد الفكرة جات له بدأ ينفذها معظم الشركات العملاقة بدأت كمشروعات صغيرة لكن حتى المشروعات الصغيرة في حد ذاتها مطلوبة تقدم كصناعات مغزية لكثير من الصناعات الكبيرة صناعة السيارات محتاجة مشروعات صغيرة كثيرة جدا صغار خريج أو صغار المستثمرين من خريج كليات الهندسة عندهم مجالات كثيرة جدا يقدروا يفتح فيها مصنع صغير يوظف فيه من 10 إلى 20 إلى 30 عامل وهم عشان يقدروا بقى يفتحوا دوت فلازم يمتلكوا أموال تحت إيديهم فبنتكلم بقى اللي هو الشاب اللي هو لسه في مقتبل حياته ومعندوش راس مال يبتدي بيها المشروع أظن أن الدولة يسرت دلوقتي بالنسبة لكسر من البنوك بإعطاء كروض ميسرة للشاب لإقامة المشروع صح؟ إيه دور بقى الكروض دي؟ ما أنا قلت لحضرتك أولا المبادرة دي جاية من البنك المركز المصري بالاشتراك مع عدد من البنوك خاصة والحكومية أنه يوفروا قروض ميسرة للشباب في ضوء متطلبات التمويل اللازمة لأي مشروع صغير زي ما قلت لحضرتك حتى نبدأ أي مشروع استثماري إحنا محتاجين مكان خلينا نقول أرض مبنى محتاج تجهيزات محتاج معداد محتاج عمالة محتاج مواد خام طبعا في حدود حجم المشروع كل هذه المتطلبات أساسية جدا خصوصا أنه الشاب اللي متخرج حديثا واللي هو من يعتبره مستثمر صغير أو واحد من رواد الأعمال المبتدئين محتاج هذا التمويل فرأس المال مهم جدا للمشروعات الصغيرة سواء كان هذا رأس المال من الجيب الخاص للشاب أو يستطيع أن يكمل ذلك باللجوء إلى الاقتراض لكن حتى المشروعات الصغيرة من الممكن جدا للشخص اللي هو اختار مشروع واعد أن يجذب شركاء له ويساعده في التمويل من خلال أسرته أصدقائه معارفه وده مهم جدا يعني إما مدخراته دي طبعا قد تكون معدودة أو يلجأ إلى أصدقائه يلجأ إلى أفراد من العائلة يكون لديهم يلجأ حتى لكبار رجال الأعمال أو لقرد بسيط يأخده أو يلجأ للقروض لكن هو لو بيعمل صناعة مغزية للسيارات ما سامير بعض قطع أكرم الخطة بتاع السيارة أو أخذ بالحضر أهزاء كثيرة من الصناعات الكبيرة محتاجة مصنع صغير لو الشباب ومن خلال برضو الصندوق الاجتماعي للتنمية فكر في مشروع من هذا الخبيل ممكن جدا يوصلوه للشركات الكبيرة اللي بتصنع وتجمع السيارات في مصر وتتعاقد معاها قبل حتى ما يبتدي علشان يورد لها هذه المنتجات بمساعدة بمساعدة الصندوق الاجتماعي للتنمية الصندوق الاجتماع أيوم يوصلوا بالضبط يوصلوا للشركات الكبيرة دي يعني الصندوق الاجتماعي بيساعد الشاب على إقامة المشروع وكمان تصدير منتجه تسويقه تسويقه طبعا ممكن جدا لو في حد بيعمل صناعات مثلا تصديرية من الحاجات اليدوية من الملابس الجهزة واخد بال حضرتك يستطيع جدا أن يسوقها في الخارج واعتقد نهاية الاستثمار بتخيم معارض في كثير من الدول الأجنبية اللي احنا بنصدر لها سواء الدول العربية أو الدول إفريقية وبتنظم هذه المعارض وبتتواصل حتى مع ربات البيوت من الأسر المنتجة اللي هي بتعمل مشروع مش لازم أبدا حتى يكون له مكان وتجهيزات إلى أبدا ده ممكن دخل البيت بتتعاقد الهيئة مع هذه الأسر المنتجة وتشجحهم وتوفر لهم مواد خام بتوفر لهم بعض المعدات بالتقصيد وتساعدهم على تسويق هذه المنتجات في المعارض اللي بتعملها في الأسواق الخارجية وبيصبح مع الوقت مصدر وبيتعاقد وبيورد أو بيصدر لي الخارج أظن ده باب تفاقل لأي شاب في مقتبل حياته أنه هو ممكن فعلا يصبح رجل أعمال في يوم الأيام كل رجال الأعمال ابتدت صغيرة ما حدش كده ابتدى أنا رجل أعمال ومعايا ملايين وعندي شركاتي وفروعي كل أي رجل أعمال وأي منتجات وأي شركات وأي مصانع ابتدت بنواة بسيطة جدا وابتدت تجبر مع مرور الوقت يعني عايزين برضو أستاذنا الدكتور نتكلم نقارن بين هنا وبين الدول الأسيوية هقول لك كمان الدول الأسيوية كمان مفيش أسرة ما بتشتغلش مفيش فرد في كيان في أسرة سواء شاب أو حتى رجل مسن أتلاقيه لازم بيعمل حرفة حتى صغيرة منتج صغير وبيوردوا بعد كده الكيان الكبير وبعد كده الكيان الكبير ده بيصدروا الدول العالم اللي احنا منهم صح كده يابان والصين وخلافه كل المنظومة كل التواقف بتشتغل عايزين نحس الشباب على الشغل مش إنه هو يستنى يقول لا أنا عايز أشتغل في إيمتش كذا ومستوى وظيفي كذا وقبط كذا يا إما بلاش أو أشتغل بشهدتي فقط لا يفتح لنفسه مجالات في سوق العمل طبعا هو ده يعني التوجه نقول توجه حديث حتمي أن أصبحت هناك كليات الآن بتعد خريجيها لمسايرة ما حدث في الإقصاد العالمي من التطورات زي كليات الحاسبات والمعلومات لا يمكن أبدا لخريج حاسبات والمعلومات يضحي بما اكتسبوا من معارف وخبرات إنه يروح يشتغل في حكومة لأن الحكومة كقطاع بيقدم خدمات حكومية فيه كافة وزاراته أكتر حاجة يبقى محاسب يبقى قانوني يبقى في الـ في الموارد لكن خريجي مثل هذه الكليات الحديثة زي الحاسبات والمعلومات استحال أنه يفكر أنه يروح يشتغل في الحكوم لأنه لن يجد له مكان في الحكومة أساسا الأفاق مفتوحة له كثير سواء في الشركات ذات التقنيات العالية أو هو نفسه يقدر يبادر بأي مشروع من المشروعات في المجالات اللي هو درسها خريجي الكليات الحاسبات والمعلومات على سبيل المثال طبعا بالإضافة لكليات الهندسة بكل تخصصاتها تفتح مجالات كثيرة جدا لشباب بيدوروا مشروعات اللي بيتخرج مثلا من قسم مدني ده مستقبله واحد جدا أنه يبقى عنده شركة مقاولات في التطوير العقارات والمقاولات مثلا بالتأكيد هو في البداية يستطيع أنه يتدرب مع شركة من شركات الاستشارات الهندسية إلى أن يصبح قادر على أنه يعتمد على نفسه إذن موضوع الوظائف الحكومية المفروض في كل دور العالم رغم أن الحكومة مهمة جدا ودورها مهمة جدا لكنه ليس خطاع مستوعب للعمالة ولا يساير لأن الحكومة وظائفها مجرد تقديم خدمات للحكومية في المرور في الجوازات في خدمات الصحة كموظفين في الجهاز الإداري طيب فيه برضو سؤال بيصرح نفسه بيجيلي كتير على الصفحة الرسمية من بعض الشباب المجتهد وتفر هو خارج كلية ايه أو جامعة ايه بيعمل نماذج اختراعات اختراعات مفيدة بس مش عارف يتحسس الطريق ازاي يظهر هذا الاختراع للنور فعايزين نعرف برضو الشباب اللي هم وفيه منهم كتير قوي عندهم أفكار ما شاء الله هيلة أفكار عبقرية من اختراعات يعني يتعاملوا مع الدولة ازاي لإظهر هذا الاختراع للنور وممكن تصدير كمان هذا الاختراع للخارج ايه الطرق لده اشوف حضرتك موضوع الابتكار او الانوفيشن اصبح سمة من سمات الاقتصاد العلامي في الوقت الحالي بالضبط واعتقد النماذة برضو على الطريق الاقتصاد الآن ما اصبحش لا زراعي ولا حتى صناعي معنى التصناعات التحولية للمانوفاكشور تأصبح اقتصاد معرفي اقتصاد معرفي قائم على ان هناك ابتكارات في المراكز البحوث في الجامعات في الكليات العملية وحتى في الكليات النظرية الابتكار الآن مجرد انك انت تطور منتج موجود او يبتكر او يخترع منتج جديد ثم تقام عليه المشروعات في الجامعات وفي مراكز البحوث في مصر هناك كما يعرف بالانكوبيتور او بنسميها اللي هو حاضنات الاعمال احنا عندنا مثلا في جامعة المنوفية وفي جامعة القاهرة وكل الجامعات المصرية ومراكز البحوث مثل هذه الخدمة اللي هي حاضنات الاعمال حاضنات الاعمال دي النفس اللي حضرتك بتقوله تماما واحد من المتطلبات رأيتها كلتها ازاي ناخد الابتكارات الصغيرة بتاعت الشباب دي ونقيم عليها مشروع متطور الانكوبيتور او حاضنات الاعمال موجودة بتوفر مكان صغير بتوفر زي واحد من المتخصصين الفنيين ياخد هذا المخترع الصغير او هذا المبتكر الصغير ويقول له الفتح يعني حاضنات الاعمال دي بس عشان السادة المشاهدين يفهموها هندرب لهم مثل زي الحضانة بتاعت الطفل اللي هي بتاخد الطفل في الحضانة لحد ما نموه مثلا يكتمل او مثلا ونقصه حاجة تكمل بإذن الله وبعد كده يخرج للنقص صح كده هي دي حضانات الاعمال الاول بنوفر له مكان بييجي حد من الفنيين المتخصصين يدرس معها يحتضن العمل ويتطوره ويدرسه اعتقار ده يعني قابل للتطبيق والتحول الى منتج نبدأ بقى نوفر له التمويل نبدأ نوفر له شخص مثلا من رجال الاعمال اللي هم متمين بهذا المجال انه يحتضنه ايضا ويموله ويعني يقدم له بعض المساعدات زي المادة الخام تدريب يعني ممكن يجده كمان رجل اعمال انه هو يتبنى براءة الاختراع ده وهذا الاختراع ويتوره في مصنعه وفي شركته بالزبط ويقيم شركة جديدة ومنتج جديد والجامعات المصرية بدأت هذا الاتجاه ومراكز البحوث الموجودة هنا قريب خالص في الجيزة مراكز البحوث القومية عندها براءات اختراع وفي صناعات حديثة جدا زي التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية وبنقيم عليها مشروعات قد تبدأ صغيرة في البداية ثم تبدأ في الانتشار طب عايزين برضو نصيحة تانية للشباب لان في شباب وقعوا فيها عملوا اختراع جديد وتعاملوا مع فرادة رجال اعمال فرادة مثلا واخد بالك ازاي ولقوا انه هو عملهم التاخد وهم ما استفدوش به ولا معنويا ولا ادبيا ولا ماديا ازاي نحمي الشباب دي يعني عايزين توجه للطريق الصحيح يتعامل مع الدولة عشان تحمي هذا الاختراع لا احنا عندنا جهة حكومية رسمية بتحفظ حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية اصبحت قانون دولة دلوقتي بس على المخترع وعلى المبتكر ان يمشي فيه ان يتابع الخطوات المدروسة لحفظ حقوق الملكية الفكرية تابعه بتمشي فيه خطوات معينة اي مراكز بحوث يقدر يلتعق بيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها مكاتب ولديها جهات متخصصة في دراسة الابتكار في الصرف حتى على هذا الابتكار والحصول على براءة الاختراع دوليا ثم المحافظة على ثمار هذه البراءة لما الخريج او لما المبتكر او المخترع ياخد هذه البراءة تبدأ يم يبيحها يدي ترخيص لشركة او مصنع او روج الاعمال يأما هو يستطيع ان يقيم على هذا الابتكار وهذا الاختراع مشروع صغير فعلى الخريجين او على المبتكرين والمخترعين الصغار ان يلجأوا الى الجهات المختصة في المراكز البحثية او في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاخد في شارع الاصر العيني معروف المبنى ومعروف زي الخطوات بتحفظه كافة حقوقه لغاية ما يعلم بقى هذه البراءة وتبقى متسجلة كبرات اختراع باسمه لا يستطيع احد ان يعني يستحوز عليها او يستفيد منها دون ان يحصل الشاب على نصيبه من هذه البراءة حاجة اخيرة ملخص فاكرتنا الجميلة اللي احنا كلمنا فيها عن الاقتصاد ودور الشباب في مشاركة الدولة في النهضة بالاقتصاد نصيحة لكل شاب ايه ازاي يعمل ازاي يساعد ازاي يقوم ينزل يشتغل عشان يساعد في نهضة اقتصاد البلد نمرت واحد انه يأخذ مرحلة التعليم بجدية تمام بدون النولج بدون المعرفة لن تستطيع ان تكون اي شيء في المستقبل اتنين نمرت اتنين انه ينمي من قدراته ومهاراته هو بيكتشف قدراته ومهاراته وهو بيدرس يبقى المعرفة ثم التدريب واكتساب مهارات ودورات التدريبية موجودة سواء في الكليات وفي المدارس السنوية تلاتة نمرت ثلاثة انه يذق في نفسه ويبادر بنفسه ان يقيم مشروع طالما وجد في نفسه الثقة والقدرة على انه يتحمل المخاطرة ومخاطرة هنا مخاطرة محسوبة لا تقلق كل المشروعات لديها مخاطر حتى الشركة الكبرى في صناعة السيارات لديها مخاطر مشروع الصغير قدامه مخاطر طالما في دراسة جدوى والفكرة ناضجة وهناك تمويل والتمويل اساسا لا يمنح الا بعد الاطمئنان لسلامة الفكرة ونجاحها وان التطبيق بتاعها هيجيب عائد حتى الاصدقاء حتى المعارف يقدروا يدعموا افكاره ويدولوا الثقة في نفسه انه يبدأ مشروع صغير ممكن انا اقول اربعة ان الشاب يقتحم سوء العمل ان الشاب يقتحم سوء العمل ما يفضلش قاعد انزل دور على شغل اشتغل عندك افكار لمشاريع صغيرة متوسطة زي كل دول العالم اقتصادها نهض بهذه الطريقة ادرس مشروعك روح قدم عليه خد قرد ميسر صغير ابتدي نواه وجيب صحابك وصحاب صحابك او قريبك او جيرانك وتكتفوا مع بعض بنفسية جميلة ونفسية سهلة استريحوا البعض تكتفوا مع بعض خليكوا ايد وحدة الشباب هم اساس وعماد الامة ونهضة اي اقتصاد في اي دولة في العالم انزلوا اشتغلوا ساعدوا على نهضة اقتصاد البلد فاصل ونرجع تاني اعزاء المشاهدين ورجعنا لكم تاني اعزاء المشاهدين ومعنا الاستاذ محمد جادو رئيس مجلس ادارة شركة فاست تريد للتصدير اهلا بيك فاصل محمد اهلا بحرائك يا فن صرفتنا ونورتنا ربنا يخليك ونور الدنيا كلها الله يعزك ويبارك طيب احنا طبعا زي فاكرتنا الاولى احنا حلقتنا النهاردة كلها عن الاقتصاد وعن الشباب وعن دور الشباب في النهضة بالاقتصاد جزء التصدير بقى بالنسبة لك تمام كل ما كان حجم الصادرات كبير وورداتها قليلة يبقى الدولة دي اقتصادها قوي طبعا الدولة بتصدر يبقى عندها فائد من النقد الاجنبي تقدر تواجه به احتياجات لو عندها عجز مثلا في الموازنة العامة او عندها بتمول مشاريع وطنية الدولة بتوظف النقد الاجنبي ده المشاريع تنموية يعني دي حاجة يعني كمان التصدير بيفتح فرص عمل لما بتعمل مشاريع تنموية المشاريع دي بتفتح فرص المجالات للعمل كتير جدا تمام طب بالنسبة لخبرتك في مجالك بالنسبة اللي انت مصدر للمنتجات تمام تمام انت كشركتك مثلا انت بتختار المنتج ازاي مواصفاته ايه عشان تقدر تصدره للخارج او ازاي بمعنى اصح سؤال يعني في مضمونك نقدر نحسن المنتج للمنافسة في الاسواق الخارجية تمام هو طبعا انا المكتب عندي هو هدف المكتب عندي هو مساعدة صغار المصدرين المعندوش خلفية عن التصدير يعني منتج مبتدئ وما يعرفش يصدر هايعمل ايه هايختار انهي سوق هو عايز يعرف سوق المنتج بتاعه ده فين طب بس فيه اسئلة كتير يعني هل المنتج ده هل انا انتجته طبقا للمواصفات القياسية العالمية ولا لا المواصفات القياسية العالمية دي بتختلف كمان من دولة لدولة يعني كل دولة بيبقى لها مواصفات قياسية خاصة بها هي يعني الاسواق وفيه الاول بحدد السوق بتاعي يعني انا انتجت المنتج هانتجه ازاي هل هانتج المنتج وعدين ادور على سوق ولا اشوف ولا ادور على سوق الاول وبعد كده تصدر المنتج صح بالزبط اه هو مش فكرة ان انا ادور على السوق الاول انا اعرف الاول المنتج لازم يبقى عام ستين اه ميزة سعرية اه يبقى السعر سعر تنافسي بالزبط اه مؤارد للاسعار العالمية اه لان هو التصدير في معنى ايه هو قفزة المنتجات منها للسوق المحلي للسوق التصدير يعني انت كده محتاج مثلا قبل ما تصدر منتجا ما تطلع على الاسعار التنافسية الموجودة في السوق اللي انت بتقتحمه واللي انت عايز تصدر منه بالزبط صح كده بالزبط وبعد كده بتخترع على اساسها المنتج بسعره أنه يبقى تنافسي بقال من الأسعار الثانية عشان تقدر تصدره هو يبقى مقارب حتى للأسعار العالمية وبنفس مستوى الجودة دي حاجة يعني طب أنا هختار السوق بتاعي ازاي في السوق الأمريكي في السوق الأوروبي في السوق العربي في السوق الأفريقي في أسواق كتير جدا أنت بالنسبة مثلا لشركتك أنت اقتحمت أني أسواق الأسواق العربية حاليا بنسعى حاليا أقتحم الأسواق الأمريكية السوق الأمريكي أنت مواجب قوي بالسوق الأمريكي بالضبط لأنه سوق مهم جدا على فكرة والسوق الأفريقي برضو ده السوق الأفريقي على فكرة لا ده مهم جدا ومادة خام جدا للشغل فيها ياريت حتى المنتجين عندنا يهتموا جدا بالسوق الأفريقي جنوب أفريقيا وتنزانيا كينيا الدول دي المنتجات المصرية بتاعتنا مادة خام كويسة جدا إيه مثلا المنتجات التي تتناسب مع هذه الأسواق؟ ممكن صناعات الأساس بتتصدر لأفريقيا الأساس الأساس ممكن منتجات تجميلية خاصة المنتجات العنابل البشرة منتجات التفتيح خاصة بتطلب كتير جدا في الدول دي اللي هي الأفريقية؟ بالضبط أقل طب الدول الأوروبية أو السوق الأمريكي مثلا بيها تطلب إيه؟ ممكن الملابس 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 طب دي حاجة جميلة جدا أدخل منتج عندي لأمريكا دي مستهل طب بالنسبة بقى المنتجات الغذائية كمان أكثر بلدان ممكن تتطلبها إيه؟ ممكنها الدول العربية ممكن السعودية الإمارات الكويت الميا المعدنية دي ممكن تتصدر لسلطانة عمان بيطلبوا الميا المعدنية دي بطريقة باشعة بكسافة كبيرة جدا عايزين برضو نرجع لموضوعنا تاني اللي هو تحسين المنتج لتصديره للخارج يعني إيه كلمة تحسين المنتج؟ طيب أنا دلوقتي عندي منتج أنا منتج مش عارف هصنع المنتج إزاي أو هصنعه لمن؟ الأول بحدد السوق بتاعي يعني مثلا أنا مثلا عندي مثلا ولي يأكل مثلا هنقول شامبو مصنع بيصنع شامبو أنا هل هصدر لأمريكا ولا هصدر لدولة في أوروبا ولا هصدر لدولة عربية هي المواصفات والقياسات تبقى مختلفة من دولة لدولة؟ بتختلف من دولة لدولة وأزواء الناس كمان في الدولة بتختلف إنه مش المنتج مش الجودة بتاعت المنتج بس مش الخماد بس لا ده الفينش بتاع العلبة نفسه أو الباكتج نفسه معمول إزاي الألوان بتاعت العلبة نفسها الرسومات اللي على العبوة نفسها كل ده الخليط اللي موجود في العلبة نفسه بالزبط التركيبة نفسها بتختلف يعني السعودية ممكن ترفض منطق مثلا لو هو فيه فوسفور بنسبة عالية ممكن ترفضه ممكن يتقابل في دولة تانية دي اسمها المواصفات القياسية الخاصة بالدولة دي كل دولة لها مواصفات قياسية خاصة بها هي طيب أنا أبدأ أحسن المنتج إزاي بوجهه لدولة معينة يعني ما بعملش المنتج وخلاص يعني لو أنا منتج وبعمل منتج وبدور على أسواق مش هبيع مش هلاقي سوق لأنا الأول بستهدف السوق بتاعي هستهدف مثلا السوق الأوروبي فيها مثلا ألمانيا في فرنسا هبتدأ أشوف المواصفة القياسية للدولة اللي أنا عايز أصدر لها الأول بتقول إيه هعايزين إيه في المنتج ده هل المنتج ده مطلوب فيه تركيبة معينة طيب هل طب قدرس بقى الميل العام أو الزوء للناس دي الزوء العام للناس دي برايح فين هل الناس دي بيحبوا مثلا الشامبو يبقى حجم كبير حجم وسط حجم صغير طب هل العبوات دي هل الشامبو ده يبقى فيه مثلا بلسم مع بعض ولا يبقى علبة البلسم لوحدها ولا العلبة لوحدها ولا الشامبو لوحده والبلسم لوحده يبقى الأزواء بتختلف لأن الثقافات بتختلف بين الدول طبعا طب أنا عايزة سألك سؤال بقى انت على أني أساس اخترت مجال التصدير ليه اقتحمته يعني أنت لسه شاب كده وشكلك لسه شركة بتاعتك ناشئة وإن شاء الله تبقى وعيدة في مجال التصدير اخترت المجال ده على أساس ايه وتنصح برضو الشباب لدفور سوق التصدير ازاي تمام أو أنا اخترت المجال ده لأن الحمد لله أنا عندي خبرة فيه يعني لكن أنا بحب يعني أنت قبل ما تفتح شركتك بتاعت التصدير ديت أنت كنت مثلا تعمل في شركة أخرى للتصدير بالزبط اشتغلت في مكتب تصدير فترة ومسكت منصب في مصنع تصدير مصنع بيصدر ميكوب مستحضرات تجميل مستحضرات تجميل المستحضرات التجميل دي مثلا يعني كنت بتصدروها للدول ايه الدول العربية عموما الدول العربية فأنت اكتسبت خبرة فحبيت اللي أنت بقى تتفرد بنفسك بالزبط وتفتح شركتك اللي هي فاصل تريد دي بالزبط طب ده حلو يعني كمان حتى نشجع المنتجين اللي هما يصدروا وإحنا بنشجعك وبنشجع أي شاب أنه هو بدأ حياته واكتسب خبرات وزي طبعا ما أستاذنا الدكتور ما كان موجود في الفقر الأوانية لو أنت اشتغل الأول ادرس وبعد كده اشتغل وبعد كده اقتحم سوء العمل وبعد كده اكتسب خبرات وبعد كده يا رب يبقى ليك كيانك لوحدك زي مثلا الكيان بتاع الأستاذ محمد أنت اكتسبت خبر وبعد كده فتحت شركتك الخاصة بالزبط تطمح في إيه وتتمنى إيه لشركتك طبعا أنا أتمنى أن الشركة تتقدم خدمات للمنتجين ده اللي أنا عايزه يعني أنا عايز أساعد المنتجين أنهم يصدروا لأن المستقبل للتصدير المستقبل للتصدير لازم تقطح من الأسواق العالمية أنت غصبا عنك إذا ما أنت بتصدر يبقى هتحسن منتجك المنتج مش هيتصدر لإذا تحسن بتنتج بمواصفات مصرية أو بمش هتخش الأسواق العالمية لازم المنتج لازم دايما يبقى فيه تحسين وتوكب دايما الأبطيط بتاع المنتجات المماثلة اللي بحرارك بتنتجها في مصنعك مع المنتجات العالمية يعني أنا هحسن منتج إزاي؟ أنا مثلا بنتج مثلا وليكن مثلا بمواد غذائية أو بلاش مواد غذائية هنقول مثلا منتج أي منتج؟ عناية مثلا بالبشرة المنتج ده بيتطور إزاي؟ ما فيه منافسين إحنا بلدنا على فكرة من أول بلدان العالم في مجال التصدير خاصة منه الزراعي خاصة الزراعي والملابس إحنا كنا أول دولة في العالم بنصدر منتجات زراعية ومنتجات اللي هي فيها الأقطان بتاعيتهم معروفة دايما إحنا بلد زراعية في الأساس ثم بعد كده بلد صناعية فعايزين نرجع تاني الريادة بتاعتنا اسم منتجنا صنع في مصر ميدن إيجيبت والعالم كده بتاعنا عالم مصر اللي هو على أي منتج لما يتصدر لدول العالم ده فخر لنا وفي نفس الوقت عشان كده إحنا دايما بنشجع الشباب اللي أمه يقتحموا سوق العمل ويشتغلوا ويصنعوا ويصدروا عشان هذا المنتج بيدر للدولة عملة صعبة فإذاً هيبقى فيه فائط في ميزانية الدولة وفي اقتصاد الدولة يبقى عندك عملة صعبة في البنوك فاقتصادك هيرتفع ويعلو صح أو ليه؟ أكيد طبعاً طيب أنا بشكرك جداً أستاذ محمد وبتمنى لك التوفيق يا رب دايماً في شركتك أنت شاب مكتهد اكتسابت خبرة وفتحت شركتك فاست دلت للتصدير هتمنى لك يا رب كده أستضيفك في حلقة تانية وتبقى شركتك من أكبر الشركات في مجال التصدير إن شاء الله بإذن الله طيب أعزائنا المشاهدين هنقوم مع بعض دلوقتي بقى عشان فكرتنا بتاعات عزومة ديوفنا تططرة دكتور تططرة دكتور آه أستاذ محمد بسي 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 خدا أم 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 يا هو اللحمة اللحمة الكباب حلى هير اللي cig 2018 اللم عليها بالبطاطة الله الله اللهم اهي اللي عملناها بال spic Renault دي بالبطاطة أيوة لحمة كباب حلى بالبطاطة لحمة لحمة كباب حلى بالبطاطة والخزبرة الخضر. سلام عليكم عايزين حاجة. طب خد الرز معاك طيب. عيوما. يعني انا انا بيدي واحدة على فكرة. انا بيدي واحدة. انا بيدي واحدة. الرز الجميل ده بجسط الطيب صح? اه ده بجسط الطيب. مفيدة جدا. مفيدة وراحته جميلة. وانا بحب غير في الرز عشان مش كل يوم الست تعمل الرز بشعرية يا رز ابيض. اه. نغير يا جماعة عشان بس يعني رجالتكو حتى ما تزهقش. مم. والسلطة طبعا ده الوانها الحلوة دي المغزية الجميلة. انا قلت اه انتو فيه. الصلطة الجميلة بتاعتنا. تسلم ايدي كشيف. تسلم حبيباتك انا وشوفتك. اكتش. تفضل. 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 تفضل بيه لا على طول اكتحم بقى على طول بقى. زي ما بتكتحم سوق العمل كده اكتحم على طول. في زي زتون حتى. في زي زتون حتى. ايوة ايوة طبعا. جميلة اه. انا مستعملش الازيزي. لا على طول. لا تفضل ايه ربا كده. اه اتفضل. دعش وضوء وقلونا رأيوكو ايه. حلو البتاعة اللي دايمن قدامي ده. تسلم ايدي كشيف. ايدي كشيف. اكلك الجميل. اعزي رأيوكو البطاطة بستعملها. اعزينا مشاهدين يا رب تكونوا استفادتوا معنا بحلقاتنا النهاردة اللي احنا دايمن في معظم حلقاتنا. احنا شباب وبنساند الشباب وبنقول لهم افكار جديدة وبنشجحهم وبنحمسهم ان هم يقتحموا دايما سوق العمل. فايدة ليهم وفايدة للبلد. كان معنا فاكرتنا الاولى طبعا اصاز الاقتصاد اتكلمنا عن ما هي الاتصاد بالنسبة لاي دولة متقدمة في العالم ومترتقيش الا بشبابها. والفقرة التانية كان معنا برضو احد اصحاب شركات التصدير وهو شاب اقتحم سوق العمل واشتغل لحد ما تفرد واصبح ليه شركته الخاصة. هي دي النمازج المشرفة. هي دي النمازج اللي عايزينها في معظم شبابنا. ويا رب يكون كل شبابنا يعملوا كده. ادرس. زاكر. اتقن. اتدرب. اتدرب كويس. اقتحم سوق العمل. افتح حاجة ليك او تكون جزء منها لحد ما تكبر وتبقى من كبار رجال الاعمال والاقتصاد. يا رب بكل شبابنا جميع ان يبقوا كده. اعزائي المشاهدين كان معكم سامح صفات. او حتى جعل. وكمان سهل. خلصت خلاص. قعدتنا الحلوة. وعلى رسطة اللي حضرها. وفي نفس التوقيت. مع سامح في البيت. مع سامح في البيت. يا رب نكون. خوفة عليكم. وانتوا اهلا. ومرحب بكم. مع سامح في البيت. الوقت عدى. سرعة وفايل. يا رب اقرب. كميع المسافات. مع